السلام عليكم مرة ثانية بدأت تسجيل المحاضرة محاضرتنا اليوم مادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية جروب A محاضرة السنترفيوج أو جهاز السنترفيوج قبل أن نبدأ نشرح بمحاضرتنا جهاز السنترفيوج واحد يمكن من مبدأ السنترفيوج أو السنترفيجيشن وغيرها واحدة من أعضو التطبيقات بحياتنا اليومية الجهاز هذا جهاز السنترفيوج موجود بأغلب الأجهزة المنزلية موجود بأغلب استخدامات حياتنا موجود حاليا بكل بكل بيت في أكثر من تطبيق في أكثر من تطبيق إذا نسأل سؤال قبل أن نبدأ شين هو السنترفيوج أو بالعربي ما هو الطرد المركزي أستاذ هو يعني يستخدم لفحص مكونات الدم موجود حقاً صحيح أكثر صحيح شعفتت لزينه للجهاز؟ أين أنا شعفته بأين؟ أم ليستخدمت ليستخدمت وأنا موالتي محللة كذلك أنا ألعب في هذه السؤال حلو ماذا نوع المتعامل مع هيماتوكريت و بكتسوينج و فكس آنجل؟ معرفة، لكن شوك ليستر بأسطوعنا الداخلية ونخلي بالتيوب وغليفتر ونحدد عدد الفرات وعدد الوقت مالسة ويخثرنا الدم أو الإدرار صحيح، صحيح، كل شي صحيح شكرا زينة خلي بس نلحق نطيج قبل العنسة زينة حاليا ذكرت إنها واحدة من أهم التطبيقات بالسنترفيوج زينة مقدات واحدة من أهم التطبيقات بالسنترفيوج اللي هي السنترفيوج الطبي اللي هو يحلل لنا مكونات الدم والإدرار وحتى يستخدموا بالكيميا بهواية تحليلات كيميائية التطبيق الثاني من تطبيقات السنترفيوج بالبيت مني يعرفها؟ ببيوتنا أنا أكو حاليا سنترفيوج أقل بيت بيه سنترفيوجات ثين بالفلتر دكتور؟ نعم بالفلتر؟ بالفلتر؟ فلتر شنو؟ ما الماي؟ فلتر الماي لا يعتمد على الضغط التناضح اللي هو الـ reverse osmosis الـ reverse osmosis اللي هي انتوا تأخذوها بالأحياء عفوا بالفصلة جبل الـ anatomine physiology اللي هي نسوي osmosis تناضح بس عكسي المفروض هو ينتقل من التناضح من الأقل كثافة إلى الأعلى كثافة نحن نسوي بالعكس أستاذ يمكن أعرف بس إجابة مدقيقة اي اوكي بالنشاف ما الغسالة؟ اي شكرا شكرا زينة شنو يعني بلاص الله شون؟ بلاص الله الغسالة غسالة الهدوم من تعصر هي تطبق على الهدوم ده نسبب عزل مثل ما ده نعزل مكونات الدم هنا لا ده نفصل المي عن الهدوم الغسالة تفتر كل السريع تطبق بقوة طرد مركزي على الهدوم وعلى المي فتشوفون الهدوم كلها اتصر وين؟ بحافة الحوض يعني يسموه بالحاية طمال حجرة الغسالة وأكو ثقوب معينة بالحوض هاي اول شيء الحوض يمنع انه الهدوم تطلع بره وبنفس الوقت الثقوب هاي تسمح للمي انه يطلع بره هذا الوحدة من التطبيقات التطبيق الثاني يجوز انه شافت الخضروات اذا احد عده هاي شايفيه هي ادوية بلاستيك نحط بيها الخضروات ونفرها هيت بشكل سريع هاي تطلع المي من الخضروات الورقية لك رفصوا المعدنها سويرها هاي الطريقة الثانية او التطبيق الثاني التطبيق الثالث ما اعرف ما اعتقد زينة هنا راح تعرفه وتحصل بالاسور دكتور يستخدم في مصانع الالبان والاجبان بالتأكيد صباح شكرا شكرا صباح يستخدم بالمصانع مال الالبان والاجبان لفصل الزبد وفصل مكوناتها هواية عن الحليب فصل الدهون نطلع من عندها حليب خالد دسم بدل ما نقعد نفور ونشيل القشوة وكل شوية شكرا صباح خلي بس نطيج بلاس وون هاي التطبيقات الاندستيريا بالمواد الكيمياوية بالمواد الكيمياوية يستعملوا تخصيب اليورانيوم قاري عنه من انت دكتور عالي حسن قاري عن تخصيب اليورانيوم الدكتور يعني فالشي قليل بس هاي فبالاخبار بالاخبار المشكلة العالقة حاليا بين ايران وبين دول العالم بالطرد المركزي معضلة الطرد المركزي أنه الطرد المركزي أجهزة الطرد المركزي هي واحدة من أكفئ الأجهزة في تخصيب اليورانيوم سابقاً كانوا يخصبون اليورانيوم بطرق معقدة طرق أما كيميائية انحلال كيميائي وغيرها أو طرق فلتر كيميائي وكانت هذه الطرق الوحيدة لصناعة يورانيوم عالي التخصيب الطريقة الثانية كانت طريقة الطرد المركزي استعملها الاتحاد السوفيتي لصناعة يورانيوم قليل التخصيب لحد ما أجدت باكستان باكستان العالم أعتقد قادر خان أو غيرها خلى جهاز الطرد المركزي يشتغل للتخصيب عالي اليورانيوم والصراحة لو نصفون لها هو ديفصل غاز غازات ديفصلها بياناتها بناء على كثافتها بناء على وزنها الجزائي فالسنترفيوج مو بس يستعمل بالسوائل يستعمل أيضا بالغازات لفصل الغازات عن بعضها علي حسن ثواني على أن نضيك البلس وان علي حسن كاثون لا علي حسن ترى أنا قلت لك فعلات ناوي حسن عبد الحميد حسن عبد الحميد وحسين فاصل حسين فاصل حسين فاصل أنت تشارك مشاركات لطيفة وعلي حسن التطبيق الأخير أو التطبيق اللي الأغلبية ممكن لا تعرفك هو مطار المي مطار المي بالبيوت مطار المي هو يعتمد أكو عدة أنواع من المطارات بس المطار اللي نستخدمه ببيوتنا أغلبة هو السنترفيوغال فورس أو السنترفيوغال بامب يسموه السنترفيوغال بامب أو المطار المي اللي عدنا بشارة يسموها البشارة أكيد يعرفوها الولد بالمطارات مع المي والمي من يدخل عليها هاي البشارة تدوروا بسرعة عالية تتشر المي على حياتين الحوض مع المطار المي وأكو موجه مع المي صائر موجه هي جه صائر شكله بالضبط يجي من الأسفل ويصعد لي فوق هذا موجه المي المي اللي انطرد من البشارة رح يدخل بيه بسرعة عالية يصعد للبوري اللي احنا رايدين يصعد إلى المي هاي تطبيقات بسيطة للسنترفيوغ وبحياتنا وبالتطبيقات الصناعية بالأجهزة الطبية شرحتها زينة وقالت أنه يستخدم بالتحليلات الدم والإدرار وغيرها دعنا نجعل محاضرة هاي تطبيقات بسيطة للسنترفيوغ هاي تطبيقات بسيطة للسنترفيوغ فمو نفس المحاضرة اللي نزلت لكم بس شوية رح نعدل عليها بشي بسيطة وننزلها مرة ثانية بس رح نشرح عليها السنترفيوغ ما هو جهاز السنترفيوغ 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 يفصل الجزئات من المعلقات المعلقات هي مو هاي اللي كانت على استار الكعبة لشعار وغيرها المعلقات هي سوائل بيها مواد لا هي مذابة ولا هي مترسبة مثلا عندها خبط دميه وتراب وشوية خضيته القلاس أو خضيته البطن راح تشوف المي صار لونه كله جوزي بس الصراحة هذا التراب ما مذاب بالماء ما ذايب مثل الشكر يذوب ويختفي بالمي لا هذا التراب ولا هو مترسب بالأسفل هذا التراب صار في مرحلة يسموه هذا حاليا السائل معلق suspension ظن المكونات اللي بي معلقة بداخله بعد فترة إذا نعوف قلاس المي اللي سوينا بها التجربة مع التراب شرح نشوف يترسب 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 قوة الجاذبية الأرضية يترسب الجزيئات الأثقل وزنا وأيضاً بعضها بسبب الكثافة فرق الكثافة يبدأ ينفصل شيء على شيء إحنا مبدأ center field يعتمد على هذه الشيء هذا إنه إحنا نجد نرسب نرسب المواد العالقة نخليها بأسفل قعر التيوب اللي إحنا نريده بس إذا اعتمدنا عن جاذبية الأرضية رح تمر أيام ويجوز شهور على الماء يترسب كل شي لأنه حتى الدم نفسه إذا يعوفوه بتيوبة يبدي يترسب بس رح يترسب بسرعة بطيئة جدا نحن نريد نسرع هاي العملية فرح نخلق جاذبية أرضية نخلق احنا جاذبية تشبه الجاذبية الأرضية أو أضعاف الجاذبية الأرضية ونطبقها على ذنة التيوبات اللي بيها دم أو بيها محاليا هاي الجاذبية رح تسرع من عملية الترسي رح تسرع من عملية الترسي فإحنا عدنا الـ Center Refuge الصراحة بيطبق جاذبية أرضية أو عفوا جاذبية قوة طرد مركزي بيطبق قوة تأدي إلى جاذبية جاذبية أفقية طبعا أو جاذبية بزاوية معينة تجذب الترسبات وتخليها بأسفل القعر هذا لللي رايحين مدينة ألعاب سابقا مدينة ألعاب الشبيرة يسموها حاليا مدينة ألعاب السندباد ببغداد كان أكو جهاز أعتقد اسمه الطرد المركزي أو الجاذبية الوهمية أو هي شي ماذا تكرر اسمه هذا الجهاز هو عبارة عن قرص عفوا حوظ مثل حوظ الغسالة بس شبيرة لدرجة أنه يدخلون الأشخاص ويدخلون بداخله يدخلون الأشخاص يسدون الباب عليهم يبدوا يشتغل الطرد المركزي بعد فترة تشوف نفسك لازق بالحيط لازق بالحيط مال اللعبة وتقدر أصلا ترتفع عن الأرض الجاذبية بعد ما صارت للأسفل الجاذبية صارت باتجاه الحيط تقدر ترتفع عن الأرض تقدر تتحرك بالحيط زين إذا ازدادت الجاذبية كلش بعد ما تقدر تتحرك بس هو جاذبية تبسيطة يخليك بس تلزق بالحيط وما توقع بالقام لعبة من اللعبات هذه بس هي الفكرة أنه نحن نطبق جاذبية أعلى من جاذبية الأرض باتجاه أفقي باتجاه أفقي جاذبية الأرض للأسفل آية جاذبية باتجاه أفقي النفس هتحسوها اللي هي جي فورس بالسيارات اللي منه يسوق سريع ما حد بيكم يسوق سريع لا يسوق سريع دكتور حسين وزيد من تكبسون بانزين ويصير تسريع أو تعجيل عالي شو يصير بجسمكم؟ ترجع لي وراء ترجع لي وراء ليش؟ عدا أنه يعني أنه أنت بحالة كومون والسيارة تحركت فتضطر هيش لا حتى لو أنت راجع لي وراء تشوف نفسك تبدأ تلزق بالكرسي لأنه طبقت قوة جاذبية أو تعجيل أرضي يسموه للخلف معاكسة طبعا للقوة اللي تتجه للأمام اللي هي قوة السيارة لا قوة للخلف تتجه بها تجذب جسمك للخلف بدل ما تجذب جسمك للأسفة أكو طالب عدنا أي نعم أقدر أقدر يترخص منك؟ راح تصباني يعني أكثر من طالب قايل اللي يريد يطلع من المحاضرة خلي يطلع بدون ميسر مشكل دكتر أه أه المنخل و ديلاب الهواء زهراء ديلاب الهواء ما يفتر بالسرعة الكافية حتى يسوينا طرد مركزي لأنه لو يسوينا طرد مركزي كان يشمرنا من ديلاب الهواء والمنخل لا همين ما يفتر بالسرعة الكافية صراحة المنخل بس يحاول يفقدنا توازننا حتى نوقع بالمنتظم شكرا زهراء ديكار بك أي ها المنزلت تمام تمام ديكار جزئات من معلق أو سائل ساسبنشن يعني أو مكرو موليكلز جزئات حيوية صغيرة من محلول بناءًا على حجمهن شكلهن كثافتهن نقدر نفصل حتى حسب الكثافة إذا عدنا سائلين من دمجات يعني متماسجات مع بعضهن بس كل واحد كثافته مختلفة بشكل بسيط مختلفة بشكل بسيط لو الاختلاف كان عالي كان هنا نفصلا بدون ما نسوي أي شيء مثل الزيت والمي الكثافة فرق بيناتهم كل الشبير فتشوفون الزيت والمي رأسا ينفصلا بمجرد أن تحاول تخلي زيت ومي سوية بقلاس واحد بينما لا إذا كان عدنا سائلين بيناتهم فرق الكثافة شوية قليل نقدر نفصلهم بالسنترفيوج نفصلهم لدرجة أنه ينفصلون إلى جزئين متمايزات بداخل الاتيوب مثل البلازمة ومكونات الدم نفصلهم بناءًا على حجم الجزئية، شكل الجزئية، كثافة الجزئية وإلى آخر هي النظام هذا يسوينا artificially induced gravitational fields يسوينا جاذبية حق الجاذبية أرضية أو عفواً حق الجاذبية محفزة وهمية أو إصطناعية نحن نسوي جاذبية إصطناعية artificial gravity بس باتجاه الأفق centrifugation can only be used when the disperse material is denser than the medium in which they are dispersed عملية الطرد المركزية أو عملية الفصل تصير فقط لما عندنا المواد المتجانسة كثافتهم مختلفة كثافتهم مختلفة عن الوسط اللي هن به فمثلاً بالنسبة للغسالة المي كثافتها تختلف عن الهدوم بالنسبة للدم المكونات الذنية مقرعات الدم الحمر وغيرها كثافتها تختلف عن البلازمة فإحنا إذا نقدر نفصل لو كانت كثافة المكونات الدم مثل كثافة البلازمة كان ما قدرنا نفصلها ولو كان المي كثافتها مثل كثافة الهدوم كان ما قدرنا نفصلها إلى آخر المكونات الدم الموجودة بسائل مثل البلازمة تكون موجودة بشكل حيدريتيد فورم حيدريتيد هي جاي من مائي يعني في وسط مائي أو في شكل مائي بشكل مكثف مرتبطة بشكل كبير مع جزئات الماء هنس دينسيتين هنس مثل ما قلنا إنه كثافة المكونات الدم شوي أعلى من الماء شوي أعلى من الماء فلهذا ما تنفصل بالحالة العادية هذه المكونات الدم الموجودة هنس دني الجزئات الخلوية الصغيرة أصغر من الخلية وإلى آخره دني الجزئات مثل ما ذكرنا إنه رح تنزل بعد فترة رح يصير بها ترسيب بس بالجاذبية العادية رح يصير الترسيب بعد فترة جدا جدا طويلة لهذا يقولك رح يصير ترسيب بسرعات بطيئة والفصل رح يكون غير قابل للتحقيق بينما عملية الطرد المركزي سرعة الترسيب رح تضاعف باستخدام الجاذبية الاصطناعية فمثلا يقولك هاي كثافات المواد الميكروبيل الخلايا الخلوية الجزئية 1.05 غرام على سنتيمتر إلى 1.15 إذا دنشوف أغلبهن قريبات من كثافة المي فالهذا مي مفصلا بشكل بالحالة الاعتيادية ومبدأ عمل الجهاز ومكونات الجهاز السنترفيوج هو جهاز يعمل بواسطة مطور مطور كعربائي وهو يفررنا المواد العينات السائلة بسرعة عالية بسرعة عالية خلي وصلنا لنا قبل أن نكمل خلي بس نضيف ساعة هاي غلا بسرعة عالية أخطفت الساعة من أدنى شكراً سادف ساعة ونصب بعد بسرعة عالية مختبرية غير مختبرية تحليلية كيميائية غازية إلى أخري فهو أنواع هو من السنترفيوج هاذا هنا يقول ما نزيد الجيي فورس هاي جيي فورس هاي جماعة السيارات المزودة من نزيد جي فورس هذا المحلول المعلق او الساسبنشن انه الجزيئات منتشرة في كل مكان من نزيد قوة الجاذبية بهالاتجاه رح تبدأ الجزيئات تتحرك بهالاتجاه ايضا الى ان تترسب اسفل السائل وهنا هذا يكون عندنا المحلول الطافي هنا رح يضف هذا المحلول المتبقي وهنا تترسب الجزيئات هنا رح يترسب الاتراب مثل ما ذكرنا بمثالنا الاول اللي هو المي والاتراب وهنا رح يبقى المي بحده بدون الصافي بدون اتربه الاخري هذي يسموه pellet او الperceptate يعني المترسب او ال pellet وهنا يسموه السوبرنتنت اللي هو المحلول الطافي او المحلول المتبقي او المحلول شوية الشرح بدون وإحنا صايمين وبدون مية شوية متعب المحلول للمتبقيين نقدر نسحبه من الوتيوب بدون ما نأثر على المترسب نسبة أو سرعة الطرد المركزي تحدد بالتعجيل المطبق على العينة يعني مثلا إحنا بالسيارة كل ما نزيد التعجيل كل ما نكبس للسيارة أكثر كل ما الجي فورس الصغير أقوى فنفس الشيء هنا دي يقول إنه نسبة الطرد المركزي أو سرعة الطرد المركزي تحدد specified by the acceleration applied to the sample إج قد نسوي acceleration على السامبل وتقاس غالبا بال RPM revolutions per minute كم مرة أحنا ننفر هذا السامبل بالدقيقة الوحدة كل ما نفر أسرع كل ما التعجيل أسرع كل ما قوة الطرد المركزي يصير أكبر على العينات كل ما الفرق بالكثافة أقل كل ما نحتاج سرعة أعلى حتى نفصل المكونات عن بعضها بالسيارات ألف RPM نعم بالسيارات ألف RPM ألف RPM هاي عدد دور يمكن أن ننظروا في عدد يعني الموجود مثلا في واحد في اثنين لحد وستة أو سيارات أو ثمانية عدت بالPM صحيح صحيح بالسيارات RPM هي عدد دورات المحرك بالدقيقة الواحدة ونفس الشي نطبق هذا RPM اللي قلته على RPM ما كم مرة يفتر قرص بالدقيقة الواحدة نفس الشي بالغسالات أكو غسالات تقدر تتحكم بالRPM ما للتنشيف كم RPM بالدقيقة الواحدة 800 700 أغلب هنا 800 تقريبا أو 700 ماكسمم ما للتنشيف وإذا الغسالة يقول لك إحنا نوصل RPM أعلى معناتها هاي تنشف أفضل شكرا لك Particle Settling Velocity سرعة ترسيب الجزائيات والSenter Refuge هي Function حسب Size and Shape حسب شكلهن وحجمهن وطبعا كذاقتهن والآخري هذا الحجم وعد مرة ثانية الSenter Refuge شكله سابقا كان سنترفيوج يدوي معني والله معني والسنترفيوج هذا شكله هنانا يخلون العينات وان تو تري فور وهنانا هذا هندل من عنده يفرون يفرون عجلة كبيرة اللي هي هذي هاي عجلة كبيرة العجلة الكبيرة تفر عجلة أصغر أصغر فيصير تحويل سرعة ما بين العجلة الكبيرة للعجلة الصغيرة هاي بالميكانيك تأخذوها يصير تحويل Gear Ratio فهنانا نفر يجوز عشرة RPM خلنقول مثالي يعني هو اهنانا Gear Ratio واحد إلى عشرة اهنانا رح يفتر 100 RPM اوكي شايفية هاي أغلبكم بالDynamo الصغير وغيرها تفر فتشغلة انت تفرها بطي بس هي تفتر أسرع نعم Gear Ratio بسبب نسبة ال Gear يعني أو المسننات وهذا الكهرباء الجديد هذا بالقرن 19 موجود يعني هو مجهز حديث وهذا اللي بالعصر الحديث عبارة عن ماطور اكو هنا وشيفت عمود وقرص دوار وهاي control ما للسرعة ما للوقت إلى آخر نحط العينات بهذا القرص الدوار ونشغل الجهاز أنواع أنواع طبعا هواي يعني أكو أنواع نصنفها حسب مبدع عمله أكو أنواع نصنفها حسب حجمه أكو أنواع نصنفها حسب استخدامه سنترفيوج غازي سنترفيوج زائل مثلا أكو أنواع نصنفه سنترفيوج صغير الهيماتوكريت أو المايكرو سنترفيوج إلى السنترفيوج الكبير الألترا سنترفيوج والسرعات العالي ونقدر نصنفه حسب السرعة الدوران مات سنترفيوج بطيء سنترفيوج سريع سنترفيوج خارق سنترفيوج فوق الخارق حسب السرعات نحن نصنفه حسب طريقة الفصل مالتد دفرينشيال الايزو بيكنيك الأكوليبريم الدفرينشيال سنترفيوج أو الدفرينشيال سنترفيوج أبدا يستخدم لتحضي أخير من كل الهيماتوكريت لأخير الأناليس من أخير أخير عادة يفصل عضويات أو جزيئات من خلية كاملة يعني الخلية نفصل من عدها منكوناتها على مد نحلل بشكل أكبر وهذا هو النوع الشائع من السنترفيوج هذا أكثر شي شائع الدفرينشيال تفاضلي يفصل طبعا حسب الكثافة والحجم والسايز الايزو بيكنيك سنترفيوج هي تقنية تستخدم لفصل الموليكلز الموليكلز للمكونات ذني يعني عندنا مكونات نريد نفصل نخلي لهم محلول كثافة مختلفة عن كثافت فإحنا بما أنه قلنا هو يفصل كثافة عن كثافة المكونات اللي كثافتها تشبه كثافة المحلول رح تنفصل ويا بجهة والمكونات اللي كثافتها أكثر من المحلول ومن الجزيئات اللي انفصلت رح تترسب بالأسفل فهو يستعمل محلول مثل السيزيوم وكلورايد أو السكروز محلول السكروز ما يوشك يعني بس شوية فتشي أنقى حتى نفصل المكونات بناء على كثافة هنا المحددة individual دينستيز كل وحدة كثافتها بالضبط رح نفصلها على مراحل لنفرض أنه هذا اليتيوب عندنا رح نخلي المحلول مالتنا رح تنفصل اللي كثافتها مثلا one point hell gate تنفصل هنا الكثافتها one point something هنا one point شوية أقل هنا وهكذا نفصل نفصل لها gradually يعني نطلع التيوب بالضبط تشوف كل layer بها مكونات معينة هاي المكونات كل وحدة كثافتها معينة هذا يستخدم بال purifying process بال تنقية نجي على laboratory centrifuge اللي هو محور حديثنا اليوم laboratory centrifuge يستخدم small scale separation and clarification يعني هو ده يفصل ويفلتر بس على مستوى بسيط أو على حجم صغير لأنه احنا عدنا تيوبات بسيطة ما تتجاوز الخمسطعش ميل أو هاي شي هاكو بيهن بحجم أكبر بس عادة مو بالاستخدام الطبي وانا مو بالاستخدام المختبري نفصل البارتكلز من السوائل typical liquid volumes handled by such devices are in the range of من 1 إلى 5000 يعني 5000 ورقة وكل اشتبير عادة السوائل اللي بالlaboratory center refuge من 1 ميل إلى وصراحة أكو أقل من 1 ميل وما أكو أعلى من 5000 ميل 5000 ميل حجم كلش شبير حتى نفصل يعني خمسة لتر تخيل دي تحط خمسة لتر بس center في youtube حتى تتوصل ها أغلب أغلب هن اللي رح تتعاملون إياهن بالمستشفيات ما تتجاوز 50 ميل بال تيوب الوحدة ما تتجاوز لأن عادة من نسحب 10 ميل بالزايد أو 15 يعني بالتحليلات The material to be center refuge is distributed into appropriate number of center refuge tube يعني حتى نفصل لنفرض عندنا خمسمية مل أو ستمية مل من محلول معين دريد فصلة نقدر نوزع على عدة تيوبات ونخلي بال center refuge وفصلة أو إذا يتحمل الجهاز وانتنا ستمية مل نخلي ستمية مل بجهة ونخلي ما يوازنها بالجهة الثانية ونفصل بشكل كام هاي هنال عدنا نقطة مهمة هذا الحج جان كل على التيوبات وشون إنه نخلي المود بالتيوب والأخري There are two types of rotors أكون نوعين من القرص الدوار The fixed angles rotors will swing out rotors أو يسمو swing bucket rotor إذا افترضنا إنه هذا المعطور مال أثنو هذا shift fixed angle rotors شون صاير صاير بهال شكل هذا زاوية ثابتة محددة خلي شوية غير اللون التيوبات هنا تقعد بزاوية ثابتة ومحددة وتصير عملية الدوران لنفرضه بهال شكل هذا فالترسبات ستصير بهالتجاه هذا باتجاه الزاوية أولا لو عندنا هذا التيوب هذا التيوب حاليا وبيه محلول من معين اتجاه الترسب سيصير بهالشكل صراحة اتجاه الترسب سيصير بهالشكل اتجاه الترسب سيصير بهالشكل هذا صح شكل الزاوية معينة بس قوة الجاذبية أفقية اللي نسويها الجيفورس سيصير بهالشكل هذا ما سيخل نسوي الترسب على حائط هنا سيصير الترسب بس هاي المكونات ثقيلة كثافتها أكبر تبدي بعد فترة تنزل من الحائط وتترسب بالأسفل لحد ما تترسب كلها هنا تقريبا هذا الفيكست الفيكست أنجل السوينج باكيت السوينج باكيت لا السوينج باكيت فكرت انه هذا الماطور هذا الشيفت وهذا التيوبات بالحالة ما قبل التشغيل مربوطة بهنج أو مربوطة بفت معلقة معينة مربوطة بهالشكل هذا هاي حرة الحركة بعد التشغيل بعد التشغيل وبسبب السرعات العالية احنا راح يصير عندنا التيوبات بشكل أفقي لأن هي حرة الحركة راح تصير عندنا بشكل أفقي مع قوة الطرد المركز قوة الطرد المركز مؤفقي قلنا فلو عدنا هذا التيوب لو عدنا هذا التيوب راح يصير هيش أفقي السواء أو عفوا الترسبات راح هاي قوة الطرد المركز بهالاتجاه هذا والترسبات راح تصير بقعر التيوب بالضبط هذا يسوي عملية فصل أفضل تحليل أفضل فصل السوائل بشكل عفوا فصل المكونات بشكل أكبر وإلى آخر هذا الفيكست أنجل روترز اللي هس شرحنا عنه أنه هن بزاوية ثابتة وهذا السوينغ السوينغ بالحالة العادية يكون التيوب بهال شكل هذا مع الدوران يبدأ يصعد التيوب يصعد لحد ما يصر بشكل أفقي نجي هنا لدينا ال روت و الضروة ال رزيتيشن اللي بات هادي يحجي على الفيكست أنجل وال السوينغ أو السوينغ باكت يسموه سوينغ باكت لأنه باكت يعني جر أو سلة فالسوينغ باكت اللي هي السلة المتحركة الروتر باكت المسكة معينة لازم تدخل نقفل بها الهدوم حتى لا تتطاير الهدوم نفس الشي هنا نقفل بها حتى خافي سرعة نكسر لا تتطاير علينا أو لا تتطاير على داخل الجهاز الاتيوبات وأيضا تمسك الاتيوبات بمكانها حتى لا تتحرك الروتر يغلق بالروتر لد اللي هو هذا القفل مع الروتر الروتر is located in a rotor chamber هذا موجود بداخل حجرة اللي هي الروتر chamber which is covered by metal centrifuge lid اكو هنا هاي روتر روتر ايضا تغلق بقفل باب خارجية تقفل لنا على الروتر the open lid prevents the motor from turning the rotor when the rotor chamber is the open door احنا نعدنا فقرة خلنا نرجع نشوفكم يا الجهاز افضل من الشرح على medical center refugio هاذا مثل هذا الاتيوب او هذا الاتيوب دخله هنانا هاي عدنا الحجرة هذا الروتر وهنا هاي البوابة اللي تقفل لنا على center refugio كله هنانا اكفت شي اسمه micro switch موجودة هنا او موجودة هنا هذا بالضبط مثل الطاحونة اللي يعدكم بالبيت الطاحونة ما تطحن اذا ما تقفلها بشكل جيد او الخلاط ما يخلط اذا ما تقفلها زيان فهنانا نفس الفكرة تمنع المطور انه يفتر اذا الباب مفتوحة اذا فتحت الباب ايضا المطور يتوقف عن العمل يعني كسيفتي كاجراء سيفتي حتى لا نشغله واحنا ناسين للباب ولا من نفتحه تصير انه مشكلة اكبر بانه المطور يضل شغال بسرعة عالية سرعات جدا عالية 3000-4000 RPM فنواجه مشكلة شبيرة بها كم واحد بعده صاحي وكم واحد نعاس موجودين قتلين اصلا جاييني من نعاسين يعني شكرا اصلا يعني عسيدت حسنا تقريبا بالعشرة احنا بعد عدنا محاضرة مع العملي وياكم خلينا اخذ ريست أبو الربع ساعة ونرجع مرة ثانية شو رأيكم ها أتريدون يعني ما عند مشكلة أنا أعلمتكم هلا ما عند مشكلة كميلها دكتور أستاذ لا أريد أن نذهب نأكل نشرب خلينا ها بصح ها بصح صحيح ماشي ملزمة شوية مزعجة همنا هنا أنا يقول كملنا هذا وشون نقفض الكفر الخارجي على مدى المطور أنه يشتغل والآخر هو أن المطور ما يشتغل إلا إذا القفل الخارجي أو البوابة الخارجية انسدت أثناء التشغيل القفل الخارجي ينقفل من الداخل من الأسفل بعض الأجهزة الحديثة أول ما يبدأ يشتغل تقفل البوابة حتى لو تريد تفتحها لا تنفتح إلا أن يخلص تشغيل الجهاز وعمل الجهاز يلا تفتح القفل وتسمح لك أنه تفتح البوابة هذا كإجراء سيفتي للمستخدم سيفتح البوابة الخارجية من أن تفتح البوابة من تفتح البوابة الخارجية يعني تمنع أنه المستخدم يتأذى إذا لا سمح الله لامس القرص أثناء دورانه الروتر تشمبر والقفل وإلى آخره مصنوعات من اللي بالـ يعني ينصنع من مواد الأجهزة هي يقول الـ وليس الأجهزة العادية تنصنع من مواد تتحمل فشل أثناء السرعة العالية تتحمل فشل يعني شون تتحمل أنه تنضرب بحافة الشمبر حتى لو عندنا الشيف تنكسر والقرص بدأ يفتر فريلي بداخل الشمبر الشمبر هاي تتحمل ضربات الروتر لحد ما يتوقف عن الدوران أثناء الفيلر هاي قدرة التحمل تحمل يوزر والمختبر من تحقم الأشياء في حالة فشل الروتر بشكل كارتي بعد الروتر كراش يقول لك لما يصر عندك مشكلة لا تشغل الجهاز مرة ثانية لأنه بسبب القوة الهائلة اللي شات موجودة بداخل الجهاز أثناء التحطم ربما حطمت أشياء بسبب القوة الروتر بسبب القوة الروتر كنا شعفين الغسالات من الهدوم ما نوزعيها بشكل جيد شي يصير بها أثناء التنشيف الظل الحوض يتضرب بالغسالة والظل الغسالة تهتزي منها ويسرى ليش؟ مركز الثقل ما متوازن فمن انطبق قوة للخارج أكو جزء معين متكتله بالهدوم رح ينجذب للخارج بشكل أكبر وجزء ثاني خفيف ما بهدوم رح ينجذب بشكل أقل فما رح يتوازن الحوض رح يبدي يميل يمنى ويسرى حسب ما وين موجودة وزن الهدوم فلهذا يقول لك وزع وقفها وزع الهدوم بشكل متساوي ورد شغلها بعض الغسالات الحديثة بيها توزيع أوتوماتيكي تشتغل شوية وتوقف تشتغل شوية وتوقف لحد ما هي توازن من نفسها توازن توزيع الهدوم وبعدها تفتر بسرعة عالية على مود تسوينا العصر هالشي هذا ما موجود عندنا بره بالـ Center Refuge ما يقدر الـ Center Refuge يوازن نفسه فلازم الـ User هو اللي يوازنه فلو كان عندنا هذا القرص الدوار وبداخل القرص الدوار عندنا 1-2-3-4-5-6 عندنا 6 نقاط نحط بها الـ Tube فنحن نقدر نخلي الـ Tube هنا نقدر نخلي الـ Tube هنا هذا رقم 1 هذه الحالة هي حالة عدم توازن بالسرعات العالية رح تنزلنا الجهاز وتضررنا حتى العينة لازم نخلي فتشيء بالطرف المقابل يمور من خلال Center Of Access يعني محور الدواران مناظر إليه مو على شكل ميرور مناظر إليه يمر من خلال محور الدواران حتى يتوازن هذا الشيء تمام هذا توازن الـ Balance The Rotor must be Balance هنا يقولك لازم نوازنه هذا الشيء حتى معروف بالسيارات يقولك رح تسوي ميزانية و Balance الـ Tire لانه يفتر بسرعات عالية اي اختلاف بسيط بشكل الـ Tire او اي اختلاف بسيط بالـ Wheel رح يسببنا رجع اثناء السرعات العالية فنحط قطع رصاص توازننه الـ Wheel على موض الـ Tire يفتر بتناسق بما انه اكثر الوزن بالـ Rotor هذا هو جاي من وزن العينة تحضر او عفوان من وزن السائل الي احنا هطي تحضر بسيطة أو اي اختلاف يعني لو فرضا احنا حاطين هنا 10 مل دم اهنا نقدر نحط 10 مل مي او سكر وز او اي محلول ثاني لانه تقريبا تقريبا الوزن الاكبر هو ما جاي من المكونات مال الدم هو جاي من سوائل الدم الي هي نسبة كبيرة من عندها مي فمجرد ان نحط مي بالمقابلة للشكل الثاني راح نوازن احنا هذا الـ الـ Rotor As a safety feature كاجراء احترازي او اجراء للوقاية سنترفيج مي توقف ترنينج وين وبلنج اتكتشن اذا هذا الـ Rotor او اذا هذا السنترفيج اكتشف انه هذي ما موازنة وبدأت تتحرك بشكل الـ Rotor بديه يتحرك بشكل مو متناسق راح يوقف نفسه ويطيق طبعا انذار وتنبيه انه احنا عندنا مشكلة بالجهاز موازنة 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 تقريبا صفحتين موازنة اذا تسمحوا لي اترخص منعتكم دقائق بس اروح اشوف بدي ساعدك بالباب من رخصاتكم بالله اشتركوا في القناة 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 نرجع للمحاضرة عندما تبدأ التيوبات تفتر عندما يبدأ عملية الدوران راح تصير تطبق عدنا حق الجاذبية أو قوة الجاذبية للخارج relative to the axis of rotation هذا محور الدوران هي relative لمحور الدوران and this drives the particle or participated matter towards the bottom of the tube بما أنه إحنا عدنا لتيوب هنانا فهاي القوة الجاذبية اللي بها لتجاه هذا راح تخلينا الترسيب يصير بقعر لتيوب typical rotation speed of laboratory center refuge بالعادة السرعات مالسنترفيوج المختبري من 1000 إلى 15000 دورة بالدقيقة 15000 طبعا سرعات جدا عالية يعني نحاول إن شاء الله من نشتغل نكون حاضرين جدا بهالموضوع هذا the magnitude of induced gravitational field is measured in term of the G value حتى نقيس قوة الجاذبية اللي إحنا ولدناها اللي إحنا طبقناها على هذا ننقيسها بالنسبة للقوة الجاذبية الأرضية اللي هي G force قوة الجاذبية الأرضية فإحنا نطبق فتشي من نطبق هذه الجاذبية نقدر نقيس فتشي يسمى R C F relative centrifugal force relative centrifugal force يعني القوة الجاذبية relative لل G force الأرضية فمثلا نقول هذا centrifuge يطينا 1000 RC F معناتها 1000 مرة أكبر من الجاذبية الأرضية أو 2000 RC F 2000 مرة أكثر من الجاذبية الأرضية إحنا ممكن تشوفون 1000 وإلى آخر هي الصراحة إي إحنا نطبق آلاف من الجاذبية الأرضية على الاتيوبات حتى نسبب هذا الترسب بالسرعات العالية اللي هي 3 دقائق أو بالوقت القليل اللي هو 3 دقائق أو 5 دقائق أو حتى 10 دقائق فالمagnitude قيمة القوة الجاذبية هاي اللي إحنا دين نولدها تقاس بال G value G value of 1000 هي تعبر عن جاذبية محفزة أو جاذبية اصطناعية أكبر ب1000 مرة من الجاذبية الأرضية وتسمى relative centrifugal force RC F value depends on the rotation speed as well as the manner in which the center refuges tubes are held by the rotor القيمة هاي دا تعتمد على جقد RPM كم دورة بالدقيقة وبنفس الوقت وين مكان الاتيوبات بداخل الروتر يعني مو مكان هن واحد ثلاثة أربعة لا جقدي بعدا عن المركز شلون شكلهن أفقي عمودي إلى آخره فعدنا فعدنا G يسألنا R أوميغا تربيع على الجاذبية الأرضية اللي هي الر هي المسافة من Axis Rotation هذا Axis Rotation أو Rotation of Axis يجقد المسافة لليتيوب هاي الر الأوميغا هي Angular Velocity السرعة الزاوية يجقد إحنا لنفتر بسرعة زاوية والجي هي التعجيل للأرضي هنا أكو اشتقاق بعدين الاشتقاق ما مطلوب من عدكم أكو اشتقاق بعدين يحسب أنه الجي من الRPM فخلينا نرجع على القانون نشوفه بشكل أفضل قانون هذا مطلوب طبعا القانون تطبيق مباشر يعني ما رح تجي ب لعباتي من يسرة نطيكم معلومات ثابتة ونقل للكم عفوا أحسبونا الRCF فالRCF هي 1.118 في 10 أس ناقص خمسة في الR اللي هي ريديوس في RPM تربيع RPM تربيع يعني الRCF تعتمد على مربع سرعة الدوران سرعة الدوران الألف تختلف عن سرعة الدوران العشرة آلاف لأنه أكو تربيع عندنا رح يخلينا القوة تضاعف بشكل أو لغة رتمية هذا القانون نحفظه 1.118 يعني هو موجود بالفيديو تقدرون ترجعوا له ممكن تجي من عند أسئلة بسيطة المجهول المجهول بس الRPM نعم المجهول بس الRPM نعم ممكن يكون الRCF مجهول يعني هو القانون يقول RCF كذا ممكن الRPM مجهول والRCF موجود يبقانون بس بس شوية واحد يغير نمط الأسئلة نرجع نرجع نقول quite clearly the G value in a central refugee tube will depend on the location the highest value being at the bottom of the tube and the lowest value being at the top إلى آخر هنا نش عندنا محور الدوران والقرص هذا الذي يفتر لو كان عندنا swing bucket ف عندنا نحن التيوب حاليا بهالشكل هذا حاليا التيوب بهالشكل هذا الجي فورس بما أنه نحن لنقرات G تعتمد على R R هنا نقطة center of axis R من بداية التيوب تختلف عن R اللي بنهاية التيوب فصراحة المكونات كل ما تبدأ تبتعد عن المحور بسبب انجذابها للأسفل رح تبدأ تطبق عليها الجاذبية أكبر فتبدأ تتسرع عملية الترسيب باتجاه قعرة الاتيوب الاتيوب غط هاي النقطة يعني الاتيوب أو اللي من بداية التيوب للمحور تختلف عن الاتيوب اللي من نهاية التيوب للمحور فالجي رح تختلف هنا عن ما هنا رح تزداد هنا أكثر هاي أكبر من هاي فيقول لك البارتيكلز الجزيئات رح تتعرض لجي فاليو أكبر جي فاليو متزايدة كل ما اتجهت لقعر الانبو كل ما اتجهت بهالاتجاه الجي فاليو تزداد التقليل النumerical mean and the maximum minimum values is used for process calculations نحن هنا ها نقول هذا الجهاز به الف RCF لماذا نقول به الف RCF طيب و هي RCF نفس هادا تتغير على التيوب ناخذ معدل ناخذ الماكس هنا الماكس وناخذ المنمم هنا المنمم ونحسب بعدين المعدل المهالج قد القوة الجاذبية اللي دي نطبقها ونقول يابا هذا الارسي افمال تعال قد احنا هنا انواع السنترفيوج المختبري هذا السنترفيوج دي شوفكم اشلون بده يترسب المواد بس ده تترسب اهنا غالبا بهالشكل هذا لان قوة الطرد المركزي بهالاتجاه فالقوة هيج دصر في يترسب بهالاتجاه هذا حدا بالسوينج باكيت من يصعد التيوب يصور افقي الترسب يصور باسفل بالكامل انواع السنترفيوج المختبري ديفرنت تايب اوف لبروتاري سنترفيوج المايكرو سنترفيوج والكليكال سنترفيوج المايكرو سنترفيوج هو ياخذ عينات صغيرة من 0.2 مل الثانين مل وهي يسموه هيماتوكرد يعني هيماتوكرد سنترفيوج مايكرو سنترفيوج عينات رconnectير يوضع بشكل افقي تمانا شايفين من الكابيلار تيوبس ماخذين بالفسجة الكابيلار تيوبس عفوا مو بالفسجة بالكيمية السريرية نعم طب الكابيلار تيوبس هي هاي اللي تنحط بالMicro Center Refuge بالهيماتوكريت تيوبس شعرية جدا دقيقة ممكن تاخذ 0.2 مل مجرد القطرة الدم واحدة تصير بالعينة كلها عفوا بالتيوب ونحطن بشكل أفقي طبعا لازم اكو توازن بالانس ثلاثة حطينا منها نحط ثلاثة منك وهذا Center Refuge موجود عندنا بالمختبر لو كان بإمكاننا ان نشوفكم ال Center Refuge ممكن حتى نشغله بس حرامات ما هدنا وهذا هنانا ويا المقياس مالته المونوميتر واكو بيهن حتى يجي مقياس على شكل قرص نحط على Center Refuge ورا ما نخلص تحليل رأسا نقدر نحسب العينات وشقد عددهن والآخرين Clinical Center Refuge هذا المختبري هذا Clinical Center Refuge هو يستخدم للتحليلات الكيميائية مثل الدم جمع عينات جمع الدم اللي أكبر هاي العينات الكبيرة العشرة مل وخمسطعش مل سرعته أقل هذا سرعته أعلى بس هذا الهيماتوكريت أو الMicro Center Refuge ما نتحكمه بسرعته نتحكم بالوقت فقط نتحكم فقط بالتايم ونشغله ونطفيه هذا لا نقدر نتحكم بالRPM ونقدر نتحكم بالتايم وماذا نتحكم بالRPM نتحكم بالجي فورس يعني احنا نغير بالجي فورس أو نغير بالRCF Relative RCF تمام عدنا النوع الثالث والرابع اللي هو الملتي بيربوس بنشتوب بنشتوب يعني ينحط اللابتوب بنشتوب هو ينحط على بنش لازم على فد ميز بينما أكو أكو سنترفيوجات عملاقة ما يصد تنحط على ميز فهذا الملتي بيربوس بنشتوب هذا من نوع سوينج باكت إذا نسوي زوم إن هنا شوي إذا نسوي زوم إن هاي السلة هاي الباكت هياته تحوي أربع عينات وهنا مرتبطة بمفصلين حرات الحركة أثناء ما هو طافي حالياً من اتجاه الباكت وبهل اتجاه أثناء ما يشتغل اتجاه الباكت يصير أفقي هذا الملتي بربوس بنشتوب مرتبطة بمتعدد الاستخدام نقدر نشيل الباكت نحط باكت ثانية نقدر نحط أربع عينات نقدر نحط عينا وحدة شبيرة إلى آخر هو استخداماته واسعة يستخدم تيوب بسايز واسع متغير حجمه شبير الستاندالون سنترفيوج اللي هو هذا الحجم الشبير هافي ديفايز جهاز عملاق شاشة طبعاً بي لأنه جهاز معقد ألترا سنترفيوج يعني السرعات هنا تقريباً تقترب من الميت ألف أر بي أم ميت ألف أر بي أم أو حتى مية وخمسين ألف أر بي أم يوصل هذا السنترفيوج معقد يستخدم التحليلات الكيميائية اللي تحتاج فصل جداً عالي بين جزيئات أو بين مكونات الكثافة ما بيناتهن مو عالية بالشكل الكافي خلين شوفكم هذا الكلينيكال سنترفيوج هذا الفيديو لطيف نمسح هذا شكراً داعيات هذا يستخدموه بالكيمياء دات قول دا نستخدمها بالتخثر نستخدمها بهوائي شغلات الطلاب الفيديو واضح يومكم ايه تشوفون هنا نحطين جدول للعاملين إذا تستعمل كيمية شغلة على 3000 RPM ولمدة 10 دقائق إذا تستعمل التخثير أما 3000 10 دقائق أو 7200 ثلاث دقائق ان تختار إذا يورين أناليسيز اللي هي تحليلات المال إدرار 1800 دورة ب 10 دقائق هنا لدينا هذه الدقمة مال open حتى نفتح القفل أو نفتح البوابة start stop حتى نبدأ نشغل ونوقف هنا بروغرام تبرمج on off عفوا on off تشغيل الأطفال البروغرام حتى تختار برنامج التشغيل برنامج التشغيل ببرامج تشغيل معدة مسبقاً هس هذا البرنامج رقم صفر الجوزك برنامج رقم واحد كل برنامج الاستخدام محدد وإذا تريد لا أنت مني ولي تعدل هنا هاي عدنا الspeed وعدنا الtime وهاي up and down نختار speed نزيد ونقلل بالسرعة نختار time نزيد ونقلل بالسرعة نختار covid eins نختار speed نزيد ونقلل بالسرعة سمعتو؟ تقول لك هذا النوع من السنترفيج هو swing bucket حالياً الباكت باتجاه الأسفل بس من يبدأ يفتر شفتش شون تتحرك هذا يكون مجال حر الحركة يخلي الباكت الباكت تصغير بشكل أفقي أقول fixed rotor center refuge أو fixed angle center refuge هذا المايكروفوج أو الهيماتوكروت center refuge أو المايكروسنترفيوج هاي احنا نخلي العينات بالشكل الأفقي هاي احنا نخلي العينات بالشكل الأفقي هاي احنا اللي هي ال capillary tubes توضع احنا بهالشكل هذا واحد منها واحد منها واحد منها واحد منها حسب الطريقة اللي احنا دا نوزع بيها ونحط القفل عليه ونشغله نرجع نرجع الله رجعنا هواي هذا fixed position الزاوية ثابتة هنانا دا تحتي شون تسوي balance لل center refuge البالانس لازم يكون عبر محور الدوران هنانا مثلا خلت هاي العينة الأولى راح تخلي عينة ثانية بها نفس حجم السوائل على الجهة الهنانا اكوفت نقطة مهمة لتقولك بالموازنة لازم تمر من خلال محور الدوران وليس بالجهة المناظرة يعني هي خلت هاي الأنبوبة هنانا مو تخلي الأنبوبة الثانية هنانا ليش؟ لانهنانا ما راح تمر بمحور الدوران بينما هنانا هذا الوتيوب المناظر أو المعاكس إلا راح يمر بمحور الدوران هنانا راح يصير عندنا توازن هذا يقولك نقدر نغير نوع الوتيوبات نقدر نغير الشكل مالتهم بس مجرد أنه نشيلد أني من ال هنانا راح أتعدل على الار بي ام وتعدل على التايم أب أن دون بالتايم وال وتشغل بس ما راح تشغله لأنه إذا اشتغل ما يوقف لحد ما يخلص الوقت بينما هذا المايكروفيوج أو المايكروسنترفيوج هذا حطت القفل عليه وبعدين وراء ما تخلص تحليلي تحط هذا القرص الثاني تشوفه شقد النسبة هاي الكابيلار تيوبس نحن هنا أكو أرقام بالسنترفيوج همين لازم نتمر طبعا البلانس بمحور الدوران تحطه على اطلبه وتحطه على رقم الار بارباط عاش غفلة الليد قفلة الباب شغلة الجهاز السرعته كلش عالية تقولك إذا أكو صوت أو احتزاز معناتها أنت مموازن هذا قرص القرص تخلي على الكابلارات فيوبس وتقيس من خلالها إجقالي أكو عدة رايد بلد سيلز هذا كان مال الحماتوكريت لهنا أنا أعتقد أن تأتيت محاضراتنا مال النظري إدنا وياكم للـ 12 أعتقد كواحد يمع الجدول يقدر يتأكد لنا للدعش ونصف دعنا نأخذ راست شوية ونروح بعدها نفتح محاضرة العملي تمام تمام يالله مو تروحوا نتنامون لهنا أنا نوقف تسجيل المحاضرة دكار قفلني وعلى انتهت حبكم والله دكار ده نزعم عليك كواد بس دقائق ترجمة نانسي قنقر